توترة متسارعة تشهدها منطقة شرق أسيا مؤخراً والتي تشابكت خيوتها لتضم دول المنطقة ودولاً عظمى خارج الجغرافيا الأسيوية ومع تزايد النفوذ الصيني في المنطقة تزايد التصعيد معه بدءاً من النزاعات بين الصين وتايوان وصولاً للنزاعات مع اليابان وكوريا الجنوبية التي دخلت فيها روسيا أيضاً ليضيف دخول الولايات المتحدة في هذا النزاع تعقيداً لهذه التوترات من حيث تأثيرها في مسار السباق بين دولتين هما الأكبر في عالم اليوم آخر هذه التوترات كان دخول 37 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات فقط في تصعيد جديد كما وصفته تايوان مضيفة أنها نشرت طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية رداً على هذا التصعيد التواغلات الصينية الجديدة في تايوان جاءت بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان تدريبات مشتركة لخفر السواحل هي الأولى من نوعها في منطقة بحر الصين الجنوبية وبعد يوم من إكمال الصين ثاني مرحلة من الدوريات المشتركة مع روسيا فوق غرب المحيط الهادئ بعد إنهائها دوريات فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي ما أثار مخاوف اليابان وكوريا الجنوبية بخصوص أمنهما القومي دفعهما لنشر طائرات مقاتلة تحسباً لأي استفزازات الاستفزازات العسكرية في المنطقة تعقدت مع دخول واشنطن على خط المواجهة مع الصين بعد إعلان البحرية الأمريكية اعتراض سفينة حربية صينية لأحدى مدمرتها وفرقاتة كندية تقوم بدوريات في مضيق تايوان وقبلها قيام مقاتلة صينية بتنفيذ مناورة وصفتها واشنطن بالعدائية وغير الضرورية بالقرب من طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي ومع تزايد النشاطات العسكرية في المنطقة تزداد حدة التوترات بين الأقطاب الإقليمية الأسيوية والدولية حيث ترى بكين أنه لا يمكن للأساطيل والقاذفات الأمريكية القدوم إلى المياه المحيطة بالصين وخلق أزمات بشكل أساسي ثم تطلب من الصين اتباع قواعدها في حين ترى واشنطن أن الدوريات التي تقوم بها في مضيق تايوان والتدريبات العسكرية مع دول حليفة لها في المنطقة ضرورية للحفاظ على مبدأ حرية الملاحة وكي لا تعتقد بكين أن مضيق تايوان هو ممرها المائي الإقليمي ترجمة نانسي قنقر